نصيحة مهمة احتشكرنا عليها. لو سمعتك السلك عماتة لو انت معاك عندي فري سلك. كل ما تجيب سمع سلك بتبوص منك بتقطع وبعدين بتبوص خالص. من عند الشوكت مسلا اللي بركب في الموبايل او من عند ادنك انا مسلا بتقطع بتقطع او من عند الزرار. ايا كان المكان. روح عندي قرباء يقول له عايز شرين كحراري متر. شرين كحراري. بتلاتة جنيه. تقريبا. تلاتة جنيه انا جبته تلاتة جنيه. تسياحه. تبص لابسه في الحتة اللي بتعلق دي. مسلا لو عند السوكت لابسه في الحتة بتعلق دي اطع منه حتة دي كده. ادي صبعة. بس. بس مش هيطة صغيرة خالص ولا لا يعني ادي بصة لتين تلاتة كده. بحيس ان تتأمنها. وسايح بالولعة. بعد ما تلبس الشرينك الحياة ده سايح بالولعة. واللعة دي مش سحقان عشان بتبوص السماعة زي ما حصلت معاها او المرة. بس هو اعمل كده وانسها. انسها. انسها المكان اللي بيعلق في السماعة ده حرفين. بس تعمل كده هي لسه جديدة. ما تستطيعش لما تعلق. يعني هي لسه جديدة. الحتة اللي دائما ببوز من عندك فاي سماعة بتشتريها. لو من عند السوكت دائما بتطلط معك بسرعة عشان حركة الموبال عندك كتير في جيبك او بتبس بالنطيل واسعة. الموبال بيلوق في جيبك والسماعة واتبوز من عند السوكت من تحت وكده. فهي النصيحة دي هت هتفر معك. مش هي انك الحراية وهي هي لسه جديدة سايح بس شكرا. انسها هتقعد من السماعة اللي كان بتطلط معك شهر واتبوز تطلط معك سنة وانك اغتر والله. بس دي نصيحة يعني ممكن تكون انت تبعتها بس والله فعلت معي جدا. بس صلاة النبي. وكان عادة اشوفك على خير. لا 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 الله.